إلى أين يمكن أن تصل هذه التحقيقات؟ هل يمكن أن نشهد تدحرجا لرؤوس كبيرة محاكمات عادلة وافية لا تستثني أي فاسد من العقاب مهما كان منصبه وسنده الذي يتكأ عليه؟ طبعا لا هذا من باب التمني ربما لكن هذه العملية كسابقتها ربما يحاول فيها السيد الكاظمي التحرش بأذيال المؤسسات الكبيرة التي تدير الفساد في العراق وعلى رأسها هوامير ربما يتحكمون بالمشهد السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي في العراق ليس فقط مسائل مالية لذلك الموضوع يتعلق بمنظومة هائلة للفساد لا يستطيع السيد الكاظمي مواجهتها لذلك هناك أيضا شبه تحالف أو تفاهم بين رئيس الجمهورية السيد برهم صالح والسيد الكاظمي وربما أيضا رئيس ميس النواب لفتح هذه الملفات ولكن على مهل وأيضا دون الحاجة لإثارة الطرف الآخر لأن الطرف الآخر يمكن أن يقلع الشجر الرئاسية من جذورها إذن دكتور فارس هل تريد القول بأن هناك انتقائية في هذه التحقيقات هل تلمسون إبراز لملفات وأغفال لملفات أخرى؟ ليس انتقائية أنا ذكرت هم يتحرشون بأذيال يعني شخصيات ليست ذات مراكز مهمة شخصيات ليست في الخدمة يعني سابقا كان مدير عام سابقا كان رئيس جامعة تقنية سابقا كانت موظفة في شركة توزيع المنتجات النفطية موظفون وضعوا أيضا في هذه المناصب ضمن ملفات فساد يعني ضمن عمليات بيع وشراء المناصب وانتهت الحاجة إليهم فعندما يتم إحالتهم إلى القضاء أو إلى التحقيق لا يعني هذا أن هذا الأمر سيطال الفاسدين الحقيقيين أو الذين يصنعون الفساد في العراق ويدير منه أعتقد أن الموضوع موضوع معقد وصعب والشجرة الفاسدة يجب أن تقلع من جذورها ولا تقلم ولا فقط تتلف ثمارها لكن إن لم نستطع أن نقلع الشجرة الفاسدة من جذورها بحثا عن خلاص لهذه الآفة الكبيرة التي ربما غطت العراق بظلام دامس منذ 17 عاما أو أكثر لن نستطيع أن نوقف هذا التدهور الهائل في العراق أنا أعتقد أن هؤلاء الذين يعلن عن أسمائهم مجرد ضحايا لصانعي الفساد والذين استخدموهم في عمليات فساد نعم هم فاسدون ولكنهم أيضا في نفس الوقت وصلت هذه الفكرة دكتور فارس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر